تلاعب فلومانينزي غير لما بتلاعب سروميكا كلوباترا غير لما بتلاعب جونا غير لما بتلاعب سموحة غير لما تلاعب مدارس مختلفة بشكل كبير جدا انت يعني ما تدركتش بالمستوى انت بالعكس الايبتو ماتشين جامنين جدا ماتش ده متحق جدا ثم فلومانينزي تبتكلم في ماتشين خلاص موجود بدني كبير جدا على العيبة مع ان الايبت اللي قال لي كمان هي بس مش هتخلص بس المباراة دي وخلاص كده هي لسه عدال حد نص السنة الجديدة ماتشات متتالية مفيش خلاص يعني تعقفات تماما بالنسبالهم خلاص اطلع له كاس السوبر في الامراض بعد كاس سوبر ورام كاس هم اما فراكية بعد هم اما فراكية عندهم يرجعوا على الدوري وكاس مصر وحاجات كتير جدا فتبتكلم على اجهات ده امر طبيعي بكرة هتلاقي لقيمت النادي الالي اكيد بتعاني من ده لان انت بتكلم في ثلاث مدرس مختلفة ماتش تحق جدا انت بدأت يعني الاهلي بدأت بقوة كبيرة جدا في الملعب عمل تسعين ديها كبيرة جدا وده متحق جدا بعد كده ماتش فلومانينزي برضو يعني اجهدوك بشكل كبير جدا برضو بدنيا وده بان عليك حتى في ناحية المباراة قدام الفريق برازيلي بشوف بكرة كمان مدرسة مختلفة تماما على النادي الالي ممكن النادي الالي بيعرف التعامل شوية مع الاندية الاسيوية وعنده سجل جايد قدام الاندية الاسيوية ممكن فاسفوز وحيب بس قدام نادي ياباني هو هيروشيما في 2012 في كاس العالم ولكن انت بتكلم بكرة فريق قروة فريق مميز فريق بطل اسيا سنة اللي فاتت هو اه يعني ودع دوري ابطال اسيا السنة دي من الادوار يعني بتقدمة جدا قدام فريق فيتنامي ولكن هو فريق جيد فريق عنده مدارب بولندي بش يتألو كل مبرايه يعني هو في مبارات طرق جدا كان بطريقة في مبارات طبعا اللي اولى ليوني مكسيكي كان بطريقة لج Tammy معنا ثم في مبارات المنشستر سيتي كان بنفس طريقة اللعب ولكن ممكن قدام النادي الاهلي غير من طريقة اللعب ويرجع لطريقة لآيديمه اللي كان بلع فيها بدوري ابطال اسيا السنة اللي فاتت هو أربعة اربعة اثنين يعني مشっちققة باربعة تنين تراتى واحد وهاجم النادي الاهلي فريق بيحب الاستحواز بشكل كويس يا رب بيحصل كده على فكر اتمن أتمنى أن هو يخرج من منطقته ويقدر يلعب النادي الأهلي. لأنه لو خرج من منطقته عنده مشاكل دفاعي كتير جدا. زي ما لسه هنقوله. ولكن هو فريق يتميز بالاستحواز. عايز يبني الهجمة بشكل كويس جدا. فريق ما بيعرفش يلعب التمرات التولية بشكل كويس. فريق عنده مشكلة فيها بشكل كبير. فريق كبان بيخسر الكورة كتير جدا. أنت بتكلم في فريق بيخسر الكورة عدد مرات كبير. في ماتشين خسروا مشاكل كبير جدا. حتى في مرات ليون خسر 29 كورة. مش أقول لك ماتشستر سيتين أنه أكيد في فرق في مستوى مشاكل كبير جدا. لكن ليون المكسيكي فرقتين قريبين من بعض. خسر 29 مرة كورة. فريق بيحاول يستحوز. ممكن يستحوزه قدام ليون كان 49%. ما كانش حتى أكتر من فريق ليون المكسيكي. ولكن هو فريق بيحاول. فريق بيستحوز فريق أكيد يشكل عليه قطورة. فعشان كده ندى لها لبكرة. مهم جدا أنه من بداية المباراة ينزل فارد أسلوبه في الملعب. يقدر أنه يخترق دفاعات الفريق الياباني من بدايتها طبعا من بداية اللقاء. عشان يقدر أنه إن شاء الله يتوج بالبرونزي الرابع. طيب محمد أكيد على الشاشة محضرين كل النقاط.